السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة نتكلم في حلقة من الحلقات المميزة جدا وهنعرف خلالها أهم أطرات الأنف الموجودة في السيدلية وكمان أهم الجرعات الخاصة بيها ويريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا متنساش دعمنا تدو سلايك تعمل سبسكرايب لكنا وتفعل زر الجرس عشان تصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول هنبتدي أول حاجة بأطرات الأنف المحتوية على مادة دي كونجستنت أو مزيلة لإحتقان الأنف بس وأول مادة معنا وهي الزيلوميتازولين ودي من ضمن الإيميتازولين ديريفاتيفز والمادة دي بتكون ألفا أدرينيرجيك أجونست بمعنى أنها بتشتغل عن طريق أنها تعمل فازوكو نستريكشن أو انقباض للأوعية الدموية عشان يقلل من تورد الدم على الأنف وكمان يعمل انكماش الميكوزة أو الأخشية المخاطية الخاصة بالأنف وده بدوره بيؤدي إلى التخفيف من إحتقان الأنف ومادة الزيلوميتازولين هنلاقيها في أصناف زي الأوتريفين دروبس والبالكيس دروبس والنازو ستوب والرينيكس واخد بالك أن النازو كروم زيهم بالضبط لكن مضاف عليها مادة الكرومولين ودول جرائتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين في كل أنف من مرتين يوميا إلى ثلاث مرات يوميا نيجل تاني مادة معنا وهي الأوكسيميتازولين ودي برضو من ضم الإيميدازولين دريفتيفز والمادة دي برضو بتكون ألفا أدرينيرجيك أجنست بمعنى أنها بتشتغل عن طريق أنها بتعمل فازو كونستريكشن أو انقباض للعباية الدموية عشان تقلل من تعرض الدم على الأنف وكمان بتعمل انكماش للميكوزة أو الأخشية المخاطية الخاصة بالأنف وده بدوره بيخفف من احتقان الأنف والأوكسيميتازولين هنلاقيها في أصناف زي الأفرين والإليادين والنازوفارم والأوكسيميت والأوكسيميتازولين ودول جرائتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى 3 نقط مرتين يوميا إلى 3 مرات يوميا نيجل المادة اللي بعد كده وهي السوديوم كلورايد وده برضو بيستخدم كنيزة اللي كونجستنت عن طريق أنه بيرطب الأنف لو في حالة جفاف الأنف وكمان بيخفف من احتقان الأنف وده هنلاقيه في أصناف زي اللايس والأوكسيميتازولين والنورمال سلاين والسالينيكس ودول جرائتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين من 3 مرات يوميا إلى 4 مرات يوميا وممكن في بعض الحالات توصل ل 6 مرات يوميا خد بالك بقى أن فيه أطارات أنف بتحتوي على دي كونجستنت أو مزيد لإحتقان الأنف مضاف عليه أنتيستامينك أو مضاد للحساسية والهستامين يعني مثلا هتلاقي شركات جمعت بين مادة النفازولين والمادة دي برضو بتشتجل كالفا أدرينيرجيك أجونست وبتشتغل عن طريق أنها تعمل فاصل كونستريكشن أو انقباض للأوايا الدموية عشان تقلل من توارض الدم على الأنف وكمان تعمل على انكماش الميوكوزة أو الأخشية المخاطية للأنف وده بدوره بيخفف من احتقان الأنف وبيكون مضاف عليها مادة الكولورفين رامين وده يعتبر فرست جنريشن أنتيستامينيك وبالتالي هيوقف تأثير الهستامين وبكده هيخفف من تأثير الحساسية عند المريض ودول هنلاقيهم مع بعض في أصناف زي النيوزولين والنستامين والبريزولين والرينوزين والسويكسولين وخد بالك أن الأطراط دي برضو تنفع للعين معادة الرينوزين هو الوحيد اللي بيكون للأنف بس ودول جراتهم في المتوسط بتكون من نقطة إلى نقطتين كل ست ساعات يومين خد بالك أن في بعض الأطراط بتكون للعين لكن بعض الدكاترة ممكن توصفها للأنف زي مثلا مادة السوديوم كرومو جلايكيت والمادة دي بتشتغل كماست السيل ستابيلايزر وبالتالي ممكن تخفف من التهاب وحساسية الأنف والمادة دي هنلاقيها في أصناف زي الإبيكروم والكوليكروم والفيزيكروم والفاركوكروم والأوبتيكيور والنازوتال وكلهم ينفعوا للأنف والعين معادة النازوتال ده بيكون للأنف بس دول جراتهم في المتوسط بتكون من نقطة إذن قططين من ثلاث مرات يومياً إلى أربع مرات يومياً عايزك تاخد بالك إنه برضو فيه جيل ممكن يستخدم لعلاج احتقان الأنف يعني مثلاً هتلاقي مادة السوديم كلورايد اللي هي بترطب الأنف وبتزيل الاتقان بيتعمل منها جيل زي السالينول جيل وده جلعيته في المتوسط بتكون دهان داخل الأنف كل 8 ساعات يومياً كمان ممكن تلاقي جيل المحطوط عليه مادة النافازولين ودي بتشتغل كمزيل لإحتقان الأنف مضاف عليها الكولورفنرامين ودي بتشتغل كمضاد للحسية والهستامين ودول هنلاقيهم مع بعض في نوع جيل واحد اسمه رينوزين جيل وجرعته في المتوسط بتكون دهان داخل الأنف كل 8 ساعات يومياً كمان ممكن تلاقي مادة الديميثندين ودي مادة مضادة للحسية والهستامين مضاف عليها مادة الفنايل إفرين ودي مادة مضادة لإحتقان الأنف ودول هنلاقيهم في صنف واحد بس وهو الفيبروسيل نيزل جيل وده جرعته في المتوسط بتكون دهان للأنف من مرتين يومياً إلى 3 مرات يومياً آخر جيل معنا ويعتبر فيه كازا مادة وهو الجيلينوز جيل وده هنلاقي محطوط عليه السوديوم كولورايد السوديوم هيدروكسايد البنثينول والألوفيرا والمسايل بارابين والبروفيلين جلايكول والجيلينوز جرعته في المتوسط بتكون دهان داخل الأنف من مرتين يومياً إلى 3 مرات يومياً وبكده نكون عرضنا أهم أطرات الأنف كاملة وكمان جل الأنف بأهم الجرعات الخاصة بيهم وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشارع لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتسهل عليهم كتير جداً في النهاية سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم